سيد الكاظمي سيعمل على تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي من خلال جهد كبير للحكومة العراقية تقوده وزارة الخارجية العراقية ونعود إلى تفعيل اللجان الستة التي كانت تقود العمل لتطوير عمل اتفاقية الإطار الاستراتيجي وكذلك بالمقابل هو توضيح هذا الموقف السياسي الذي نجحت به الحكومة العراقية وكذلك بالمقابل سيعبر به للقوى السياسية العراقية التي ساندت الحكومة العراقية وحتى الأطراف الأخرى التي هي الآن في تفكير جدي من أمرها إن كانت الجماعات المسلحة إن كانت كذلك بالمقابل القوى السياسية التي كانت تعترض على سياسات الحكومة تصدر الآن بيانات تتضح أو تتجه حقيقة باتجاه سلوك الدولة وهذا هو التحول الكبير الذي يحصل الآن ما زرعه سيد الكاظم إنه نقل العلاقات الآن العراقية الأمريكية لأول مرة من الجانب العسكري إلى الجانب المدني وبالتالي هذا مكتسب كبير جدا حقيقة للدولة العراقية خلال المستقبل وهذا ما يؤسس الآن إلى علاقات دفاعية متوازنة وعلاقات دبلوماسية متوازنة وكذلك إلى قيادة عراقية وقيادة أمريكية تؤمن بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد وهذا مهم جدا وبالتالي سيكون هناك برامج عمل إن كان على الجانب الاقتصادي إن كان على الجانب التعليمي وكذلك بالمقابل الصحي وكذلك بالمقابل قضية الطاقة وقضية التغيرات المناخية والتكنولوجيا التي من الممكن أن نستثمرها ونستثمر التجارب الأمريكية في هذا المجال وهذا بالتالي ما لا بد أن تتحول الآن هذه الاتفاقية الإطارة الاستراتيجية إلى برامج عمل مشتركة يتم تطوير محتواها يتم تطوير اللجان الستة لكي ننطلق نحو فضاء التعاون الحقيقي على أرض الواقع لأن ما يهم المواطن هو أن يلمس تحول كبير جدا في مجالات الخدمات في مجالات كذلك بالمقابل السياسات المشتركة بالإضافة لقضية الانتخابات وقضية حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة نجهد الآن تعاون هذه النقطة أنا أريد استوقع أريد هذه النقطة التي الناس تحكي بها كيف ستستفيد على الأرض من مخرجات هذا الحوار الاستراتيجي بالمرحلة القادمة أكيد لدينا مشاكل كبيرة في قطاع البنى التحتية الولايات المتحدة الأميركية لديها تجربتان كبيرتان في هذا المجال تجربة في مجال الإسكان وتجربة كذلك في مجال الطاقة وبالتالي لا بد الآن أن نحول هذه البرامج نطور شراكتنا مع جنرال الكترك إن كان من قبل وزارة الكهرباء أو من قبل كذلك القطاع الخاص العراقي وجذب الاستثمارات في هذا المجال لأن هناك مجالات كان من المفروض أن تطبق إن كان على التوزيع إن كان على الإنتاج وكذلك بالمقابل تطوير الإنتاج الحالي واستدامته هو مهمة كبيرة يركز عليها سيد الكاظمي وبالفعل نحن لأول مرة منذ عام 1991 ولغاية هذه اللحظة وعبرنا العشرين ألف ميجاوات لكن لا بد أن نستدام هذه الطاقة لكي نصل إلى ثلاثين ألف ميجاوات وهذا ما يطمح لي السيد الكاظمي كذلك بالمقابل نطمح عليه الآن في قضية الإسكان أن تكون هناك برامج موجهة إلى ذوي الدخل المنخفض ذوي الطبق الوسطى الذين يمثلون أغلب الموظفين العراقيين الذين لم يحصلوا على سكن لم يحصلوا على قطع عراضي ولذلك مبادرة داري الآن هي واحدة من المبادرات التي أطلقت الحكومة وسيكون هناك مبادرات أخرى في مجال الإسكان ستطور البنية التحتية سنخرج من خارج المدينة القديمة التي ورثناها طبعا إن كان في عاصمة بغداد وكذلك في المحافظات لكي نعطي فرصة للشباب ونواكب السياسات التي تواكب النمو السكاني في العراق قيدنا سين، أكو نقطة يضطرح الانطرحة من كذا شخص عندنا بالبرنامج وأيضا بالحرة هي توقيت الانسحاب توقيت الانسحاب نهاية السنة انتخابات مبكرة بشهر عشرة شهرين بس بين الانتخابات و بين الانسحاب الموضوع الأمني هل أكو خطط أمنية على هذه المرحلة اللي هي رح أول شيء المرحلة اللي هي بين الانتخابات و بين الانسحاب و ما بعد الانسحاب يعني أولا الانسحاب حقيقتين هو لن يؤثر على مستوى القابلية القتالية للقوات المسلحة العراقية هذه نقطة سطر نهائيا في هذا المجال الجهوزية كاملة على جانب الأمن العراقي أكيد لدينا قوات الجيش العراقي قوات جهاز مكافحة الإرهاب قوات الشرطة الاتحادية الأجهزة الاستخبارية ممثلة بالمخابرات ممثلة بالأمن الوطني ممثلة كذلك بالمقابل بالاستخبارات للعسكرية والاستخبارات والأمن وكذلك استخبارات وكالة الداخلية تعمل الآن بقدرة وفعالية جيدة جدا وبدأت تتقدم في برامجها وكذلك استخبارات هيئة الحجد الشعبي بالإضافة إلى جهد هيئة الحجد الشعبي ضمن قياة العمليات المشتركة بالإضافة إلى ذلك هي قوات البشمرقة التي بدأ هناك تعاون كبير الآن يجري بين قياة العمليات المشتركة وبين قوات البشمرقة لملء الفراغات في المناطق المتنازع عليها من خلال تجربة أو التفكير بتكوين لوائين وكذلك تعزيز المراكز الأمنية المشتركة التي تكونت الآن والتي تتابع الوضع الأمني في المناطق الحدودية ما بين قليم كردستان وما بين المحافظات العربية لأن هذا مهم جدا أن نقضي على فلول التنظيم الإرهابي الذين يستغلون النهايات السائبة أما على الصعيد الانتخابي حقيقة هناك لجنة عليا يرأسها أو يشرف عليها القاعد العام للقوات المسلحة ويديرها حقيقة النائب قاعد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري وقيادات القوات الأمنية والعسكرية والاستخبارية تعمل معه وكذلك أجهزة مدنية ضافة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في توفير الأمن الانتخابي الأمن الانتخابي هو ليس فقط ممارسة أمنية وإنما هو سلوك وهو تجيع للمواطنين وهو مناء أستأذنك أنا بس حتى أستفيد من وجود حضرتك سيد حسين ويانا اليوم البارحة ويانا بالبرنامج دكتور صالح المطلق قال أن الجهات اللي بالعراق اللي كانت تعذر بالوجود الأمريكي حتى تستخدم السلاح هاي الجهات اليوم هم رح ترضى وراح هم رح تبقى تستخدم السلاح شلو نتعلقون على هذا الشيء اللي هو أكو سلاح من فلت بالشارع لا بالعكس يعني نشوف بيانات عديدة في مقدمتها المؤسسة السياسية الكبرى الآن للقوة الشيعية وهي إحدى أقطابها الرئيسية هي كتلة الفتح وكذلك التيار الصدري وكذلك بالمقابل ما بينهما التيار الحكمة وكذلك النصر ودولة القانون وغيرها كذلك من الكتل الأخرى حقيقة